اجتماعينا الآن تناشد رحيم نجار من حي بارك فراج بمدينة باتنة جميع الجهات الوصية والمحسنين لمساعدتها على تشخيص مرادها والنظر في إمكانية علاجه للخروج من معاناة آلام لا تتوقف ليلة نهار طوال سبع سنوات كاملة فهي التي لم ترى النور أو ضوء الشمس منذ خمس سنوات وما زاد من حجم المعاناة هو بناية هشة مستجرة منذ ست وعشرين سنة رغم إداعي ملف طلب سكن منذ الفين واربعة عشر سعيد حريقة رصدت لي أنا مريضة عندي يقول سبع سنين ولا ثمانية ولا هكذا ما نتحركش خلاص من بلاستي وذو كامل رايحة رحل شي كثر عليها السطر والوجاع والذقل هذا ذقلت الجسمي كامل يذقل عليها وما نقدرش نرقود خلاص في الليل ستوكثر عليها في الليل جيني سخانة ديما والسطر ديما ما كاش حتى لهزدان ما نقدرش مني السبيطار يهزوني ولا يدوني كما يعدش قريب خمسة عشر راجل باشي يتعاونوا في أي هززوني في الزاورة اليوم أخوتي وش هنقول لكم باغية كاش مني خرجني لخارج كاش من داوي ينقص لي هذا الشي اللي أراني فيه يعني متعذبها ياسر ياسر بعد وش نقول أخويا الحالة تعناها باينة المخلوقة العائلة مريضة مستقنة هذه من دكت 26 سنة وإحنا فيها ميديتي كلش زدت عليها وانا مدير ملف من الفين واربعطاش بتاع السكن ميكان حتى نتيجة ترجمة نانسي قنقر